وفق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 كما وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري حيث أشاد رئيس المجلس بحرفية وزارة الدفاع في صياغة مشروع القانون باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصاً منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقاً مع القوانين التي صدرت وآخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتعلق باستئناف الأحكام في الجنايات ولعل التعديل المقترح في المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام في الجنايات في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستفاؤه الأحكام الدستورية للجهات القضائية مما استلزم تدخلاً تشريعياً بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة حيث يستهدف دمج القوانين المتعددة التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة في قانون واحد جاء مشروع القانون المعروض على حضراتكم كاستحقاق دستوري في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة وخضروا إياه إدماجها في قانون واحد حديثنا النهاردة هو حديث عن مشروع قانون يتفق وصحيح الدستور نتحدث النهاردة على مشروع قانون يمنح صلاحيات موسع للقوات المسلحة في حماية المنشآت العامة والحيوية هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبال الجلسة على أن يواصل مجلس النواب مناقشاته في جلسات قادمة موسيقى